من بعبدة فاجأ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللبنانيين اليوم بثلاثة أخبار سارة الخبر الأول الاتفاق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب والخبر الثاني دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لإقرار الموازنة أما الخبر الثالث فالإفراج عن المستحقات المالية للموظفين في القطاع العام أي نصف شهر عن تشرين الثاني ونصف شهر عن كانون الأول الماضيين وفي انتظار الترجمة العملية لأسية مع لخط مجلس الوزراء المعطل سلسلة مواقف أعلنها رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اليوم ففي الموضوع الحكومي عبر الرئيس عون عن بالغ قلقه على مصير الحكومة وتوقف عمل مجلس الوزراء معتبرا أن التعطيل خطأ جسيم في موضوع العلاقة مع رئيس مجلس النواب رأى رئيس الجمهورية أن الأخير متهم بالتعطيل في مكامنا كثيرة مؤكدا أن معارضته ألحقت الضرر بالبلاد ومذكرا بأن الرئيس نبيه بري أبلغه صراحة أنه سيكون معارضا لوصوله إلى سدة الرئاسة الأولى ولافتا كذلك إلى أن المعارضة استمرت وتظهرت في أكثر من مناسبات وصولا إلى المواقف والاتهامات التي خرج بها النائب علي حسن خليل والتي وصفها الرئيس عون بالكذب والافتراء في موضوع العلاقة مع السعودية ولسيما بعد الكلمة الأخيرة للسيد حسن نصر الله كان يمكن للأمور أن تكون أهدأ في الخطاب تجاه المملكة فمن مصلحة لبنان اليوم أن تكون علاقته جيدة معها ولذا يجب تخفيف اللهجة حيالها شدد رئيس الجمهورية أما الحلحلة فيجب أن تبدأ من مكان ما وقد يكون الحوار هو المؤدي إلى هذه الغاية تابع رئيس الجمهورية مشيرا إلى أن الحوار المذكور ضرورة في سبيل تهديئة الأجواء الداخلية تمهيدا لحث الدول الخارجية على مساعدة لبنان أما رفض البعض أو بعض القوى له فهو تهرب من المسؤولية ختم رئيس البلاد